موسيقى لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صاد الأقلام حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية ولكن بعد جولة في أهم العناوين في صحيفة البصائر دعوات لمليونية نحو ساحة التحرير ردا على تصعيد ميليشيا سرايا السلام في موقع الهيئانات متظاهروا التحرير يسيطرون من جديد على المطعم التركي بعد انسحاب القبعات الزرق في المدى خلاف داخل البيت الصدري على خلفية تهجم القبعات ودعم علاوي في الزمان أنصار في الزمان مواجهة في الديوانية مع أنصار الصدر والناصرية تصر على إكمال مشوارها في العربي الجديد العراق تواصل الاحتجاجات وضغوط على الصدر لسحب القبعات الزرق في صحيفة الشرق الأوسط مظاهرات طلابية رفضا لعلاوي والأحزاب الفاسدة وفي القدس العربية تلاف المالك ينتقد تعهد علاوي لقوة سياسية لإبقاء على وزرائها السلام عليكم قال صحيفة العرب اللندنية أن الشارع العراقية المنتفض يسير منذ أربعة أشهر ضد نظام المحاصصة بقيادة الأحزاب الطائفية نحو إنهاء الهالة الأسطورية التي نسجها لنفسه مقتدى الصدر بتسويق نفسه ثوريا ومصلحا ومنحازا لقضايا الطبق الفقيرة وضفت الصحيفة أن الشارع العراقي يظهر وعيا بمناورات الصدر ويرفض القيادة له رغم المشاركة الكثيفة لأنصاره في التظاهرات والاعتصامات يكاد مقتدى الصدر بانخراطه بفعالية في جهود إخماد الانتفاضة يسهلك كل رصيده من الشعبية الذي سمده أصلا من مكانة أسرته في مجال التدين الشيعي وبأدائه دور المعارض لشخصيات نافذة ذات سمعة سيئة لدى الشارع وفي مقدمتها رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي ومع السعصاء الاحتجاجات غير المسبوقة عن الإخماد بمختلف الطرق من الإغراء بوعود الإصلاح والتغيير وتحسين الأوضاع الاجتماعية وتوفير مناصب الشغل للشبان إلى قمع المتظاهرين بقتل بعضهم في ساحات الاحتجاج والتظاهر واغتيال البعض الآخر في مواطن الإقامة والعمل واختطاف آخرين وإخفائهم قسريا حتمت الحاجة إلى إنقاذ النظام الذي أصبح إسقاطه هدفاً معلناً للمحتجين أن يتم اللجوء إلى مقتدى الصدر ليس فقط من قبل أركان النظام لكن أيضاً من قبل إيران المهتمة بالحفاظ على النظام العراقي الموالي لها رغم أنها لم تكن في السابق تثق في كفاءة الصدر وتفضل عليه قادة أحزاب وميليشيات آخرين الصدر بلغ مرحلة الطلاق النهائي مع الشارع عندما تحول من أسلوب المناورة السياسية لإخماد الانتفاضة إلى الانخراط بشكل مباشر في قمعها جنباً إلى جنب مع القوات الأمنية وباقي الميليشيات الشيعية التي كثيراً ما كان يهاجمها في أوقات سابقة وأصفاً إياها بالميليشيات الوقحة وتقتم صحيفة بالقول إن هيبة مقتدى الصدر انكسرت ولم يعد بالإمكان إصلاحها وأنه بدد مشروعيته الشعبية في مغامرة التمترس إلى جنب إيران ونظام المحاصصة ما لا يختلف عليه أن انتفاضة تشرين العراقية أدخلت الطبقة السياسية العراقية في نفق لم تكن تتوقعه ولم يمر لها ببال لأنها راهنت على الولاء الطائفي كحصن يديم بقاءها في السلطة إلى النهاية هذا ما أشار إليه سام البدري في مقاله الذي نشرته صحيفة القدس العربي تحت عنوان الطبقة السياسية ونفق انتفاضة تشرين العراقية إذن انتفاضة الشارع الشيعي والتي لم تتوقعها أي من الأحزاب أو المرجعيات المذهبية التي تحكم العراق الآن كانت بمثابة صدمة كبيرة وضربة موجعة وضعت الطبقة السياسية في مأزق عدام الخيارات لأنها كانت تظن أنها في مأمن من أي منازع لها على السلطة وأموال الخزينة العراقية وعليه فإنها وجدت الآن نفسها عاجزة عن إيجاد وسيلة لكبح مناصرها السابقين خاصة في مطالبتهم بطرد إيران الراعي المذهبي المقدس من العراق باعتبارها قوة الاحتلال الأشد فتكا بالعراق وشعبه ومصالحهما وثرواتهما ولأن هذه الأحزاب أسست على مبدأ العنف وتفتقر لأي ثقافة سياسية ولأنها وبتوجيه من راعيها الإيراني استلمت السلطة لتستأثر بها إلى الأبد فإنها وجدت نفسها عاجزة عن مواجهة وإدارة الأزمة بغير المراهنة على عامل الوقت والتسويف والتصفية الناعمة لناشطي الانتفاضة ما دام المتظاهرون بلا سلاح ويحافظون على سلمية تظاهراتهم ولكن ثبات المنتفضين على موقفهم وتمسكهم بساحات تظاهرهم بل حرصهم على التصعيد في أساليب الاحتجاج أعاد هذه الأحزاب إلى نفق حيرتها وتخبطها لأن الشباب المنتفض مصر على إقصاء الطبقة السياسية وتصفية أحزابها بإخراجها من السلطة بصورة نهائية الكاتب يرى أن الحلقة بات التضييق على أحزاب إيران وهذا ما دفع الراعي الإيراني إلى الدفع بآخر أوراقه السياسية في وجه المتظاهرين وهو مقتدى الصدر مع الإعاز لميليشياتها بممارسة المزيد من العنف الترهيبي في ساحات اعتصام التظاهر وهو الفعل الذي قابله الشباب بالمزيد من التمسك بأسفلت شوارع تظاهرهم رغم ما دفعوه من أعداد جديدة من شهداء وجرحى ومختطفين عاد الجدل حول سياسة تغيير الوجوه السياسية في العراق بدلا من السياسات وتوجهات الوطنية بعد أن تأكد للمحتجين البعيدين عن أي مصالح حزبية أو طائفية أن رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي هو أحد التابعي للأحزاب الحاكمة التي رفضها الشعب محمد خلفان الصوافي يقول في موقع العين الإخبارية إن الجميع بات يدرك أن الاحتجاجات الشعبية مطلبها الأساس استعادة قرار العراق وسيادته مع أن التغييرات التي حدثت في العراق كلها تمت تحت ضغط الشعب العراقي الغاضب من الأوضاع المتدهورة اقتصاديا واجتماعيا إلا أن السمرار قادة العراق على الالتفاف على مطالب الشعب إشارة إلى أن سياسي العراق ما زالوا يرتكبون كارثة في فهم رغبة الشعب العراقي الذي يقوم باحتجاجات مستمرة منذ قرابة خمسة أشهر هدفها كله الإفكاك من النفوذ الإيراني وتباعيته وعليه فحين تطرح أسماء جديدة من أجل تشكيل حكومة عراقية وطنية فإنه يفترض أن تكون خطوة حقيقية على طريق تغيير السياسات والتوجهات لكن الذي يبدو من تلك الأسماء التي تثير حولهم شكوكا معينة نتيجة لقربها من الأحزاب التي تواد إيران يكون الأمر أقرب إلى أن خطوات محصورة في دائرة تغيير الوجوه والأشخاص لا أكثر فيكون الأمر أن القائمين على السياسة العراقية ما زالوا يصرون على السير في نفس السياسات القديمة ولكن بوجوه جديدة في محاولة مكشوفة منهم لإهام المحتجين بأنهم يلبون رغباتهم ما يطالب به شباب العراق الذي تعدى مسألة استغفاله الممتدة منذ أكثر من عقد ونصف العقد هو التغيير الحقيقي الذي يعيد العراق لشعبه ومكاناته الإقليمية والدولية وليس التغيير في الأشخاص فقط كما يفعلون الآن الكاتب يشير إلى أن الشارع العراقي يريد إحداث تغيير في المواقع السياسية وسبب أن أداءها الوطني لم يرقى إلى المكان التي يستحقها العراق الدولة ولا إلى طموحات الشعب العراقي وعلى هذا فإن التركيز فقط على تغيير الوجوه دون سياسات لا يعني غير بقاء الوضع على ما هو عليه ما حاجة العراق إلى حكومة جديدة بحقائب متكاملة إذا كان القصد هو عبور مرحلة من عدة شهور والإعداد للانتخابات المبكرة أي ما فائدة أن يتغير وزير التعليم العالي أو وزيرة التربية أو أي وزير ليدخل البلد في دوامة اختيار وزراء مؤقتين جدد لا فائدة عملية منهم ولا صلة لهم بأي إجراء انتقالي فيما لو كان هناك توجه حقيقي لانتخابات مبكرة ونزيهة ومراقبة من قبل الأمم المتحدة هذا ما تساءل عنه فاتح عبد السلام في مقاله بصحيفة الزمان إذا كان الاتجاه واضحا نحو إجراء انتخابات بمواصفات ديمقراطية تختلف عن ما جرى في السابق فمن الممكن أن تستمر الحكومة أي حكومة مهما كان مستوى الرضا ضعيفا عنها حتى يتم إنجاز هذه الغاية ليكون التغيير الحقيقي بعد نتائج الانتخابات المبكرة حيث ينتهي المسار القديم لأبدأ مسار آخر المشكلة في البلد هي أن مفهوم الحكومة الانتقالية غير متبلور وهناك اندفاع نحو أمر يكاد يكون مجهولا ذلك أن الفهم الرسمي المتداول واستكمال المسارات السياسية والحكومية السابقة ولكن لفترة محددة زمنيا وتغيير العنوان من برنامج حكومي إلى فترة انتقالية هل يوجد اتفاق على قبول بمراقبة من الأمم المتحدة على الانتخابات مثلا؟ ما معنى أن تكون هناك حكومة انتقالية والوضع السياسي الموجود غير قابل للتغيير من حالة إلى أخرى؟ ما يجري هو استعداد نفس القوى المستحكمة بالسوق السياسي للانتقال من عنوان مكروه إلى عنوان مطلوب من دون أن يتم أي تغيير في البناء الأساسي الكاتب يرى اللاسق فمرتفعا في الأمان من انتخابات مبكرة والتفاول الذي يجري تداوله حاليا ليس سوى نوع مقنن من السراب الذي يغزو البلد منذ سنوات صلاطت مجلة دا اتلانتك الأمريكية ضوء على قرار البرلمان العراقي القاضي بخروج القوات الأمريكية من العراق مؤكدة أن المكان الوحيد الذي لا يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مغادرته هو العراق فيما تحدثت عن أبرز الأسباب التي تجعله يرغب بالبقاء وذكرت المجلة في تقريرها أن ترامب فشل في الحصول على انسحاب سريع من أفغانستان وسوريا لكنه لم يقدم أي وعد من هذا القبيل للعراق المجلة تساءلت لماذا العراق هو البلد الوحيد الذي يبدو أن ترامب يريد الالتفاف حوله خاصة منذ أن شارك في حملته لمعارضة حرب 2003 هناك مضيفة أنه بالنظر إلى تصريحات ترامب بأنه هزم داعش لم يستخدم النصر المفترض للخروج من العراق وكذلك سوريا إلى الحد الذي يهتم فيه ترامب بالعراق على الإطلاق وأوضحت أن جواب الذي ينبثق من المحادثات مع المسؤولين والمستشارين الحاليين والسابقين يتلخص في ثلاثة من أعداء ترامب الرئيسيين وهم داعش وباراك أوباما وإيران وأشارت المجلة إلى أن ترامب بات على مسار عام 2016 على الرغم من أسفه أيضا للولايات المتحدة التي دخلت العراق على الإطلاق وإقدام أوباما على سحب قواته من العراق عام 2011 لافتة إلى أن عودة داعش أجبرت العراق على دعوة الجيش الأمريكي للعودة لمحاربة داعش وأوضحت أن ترامب على الرغم من شكواه الخاصة والعامة حول التكاليف إلا أنه لم يعد بالانسحاب من العراق وأكدت المجلة أن مجلس النواب يمارس ضغوطا على الإدارة لتقييد ما يمكن أن يفعله الجيش الأمريكي في العراق وفي هذه الأثناء يضغط الدبلماسيون الأمريكيون على دول النيتو لتولي دورا أكبر هناك واختتمت المجلة تقريرها قائلة أن موقف ترامب بشأن العراق يجسد الكثير من التوترات في نظرته للعالم وإنه يكره الحروب وإنه يدعي أنه لم يرغب أبدا في الدخول إلى العراق لكنه يدين الطريقة التي خرج بها أوباما إضافة إلى أنه يكره نفقة البقاء في العراق لكن أكثر من ذلك يكره ترامب إخبارك بما يجب عمله وإذا لم تتمكن من مغادرة العراق بشروطه الخاصة فهو لا يريد الذهاب على الإطلاق ما سنشهده بعد اليوم أي بعد إعلان ما سمي صفقة القرن موسما جديدا من التطبيع والمباركة العربية للخطة الأمريكية ولعرابها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علي أنوزلا يقول في صحيفة العربي الجديد أنوزلا إن مرحلة التسخينات التي تسبق بداية العد العكسي لسباق الهرولة العربية نحو التطبيع مع الكيلو الصهيوني قد بدأت أول من دشن موسم التطبيع الجديد هو الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان الذي التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو في أوغندا ولقاؤهما ليس سوى بالون اختبار دفعته له الأنظمة العربية الداعمة للنظام العسكري في السودان الذي ما زال المتحكم الرئيسي في دواليب الحكم الأساسية في البلد ومن تابع أغلب ردود الدول العربية الرسمية على ما سمي صفقة القرن يقرأ بين السطور قبولا بها على اعتبارها مبادرة أمريكية وهو ما تم الترجمته في أغلب بيانات وزارات الخارجية العربية عندما نوهت بالجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية من أجل السلام في المنطقة والواقع أن كل قرارات الإدارة الأمريكية الحالية قوضت كل ما تم بنائه منذ انطلق ما سمي مسار السلام قبل نحو ثلاثة عقود ما يعلن عنه الآن من خطوات تطبيعية تجري في العلن أو يتم طبخها وراء الكواليس هو مجرد غيظا من فيض في موسم التطبيع الجديد وربما ما خفي أعظم وقد تفاجئنا الأيام المقبلة بخطوات لا يمكن أن نتوقعها في هذا المسار التطبيعي المتنامي والذي ستشهد أتيرته حدة في الارتفاع كلما اقترب موعد الانتخابات الأمريكية التي ستجري العام المقبل الكاتب يرى أن ما يقوم به المطبعون مع الكيان الصهيوني اليوم من قرارات يعتبرونها منورة سياسية لربح مصالح آنية هو على المدى البعيد جريمة أخلاقية لا تغتفر لأن معنى التطبيع هو الاعتراف باحتلال عنصري ومجرم وتسكية لظلم التاريخي الذي يتعرض له الفلسطينيون فوق أرضهم التاريخية ونصرة للباطل وخوف من قول الحق أو الاكتفاء بالإشارة إلي طور باحثو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا طريقة جديدة لتسجيل تاريخ تلقيح المريض حيث يتم تخزين البيانات الطبية في نمط من الصبغة وهي غير مرئية للعين المجردة والتي يتم حقنها تحت الجلد في نفس الوقت الذي يتم فيه إعطاء اللقاح وقال كيفين ماكهيو الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الحيوية في جامعة رايس في المناطق التي لا توجد فيها بطاقات التطعيم الورقية على الإطلاق ولا توجد بها قواعد إلكترونية للبيانات يمكن لهذه التقنية أن تتيح الكشف السريع عن تاريخ تلقيح المرضى لضمان تلقيح أو تطعيم كل طفل وظهر مؤلفو الدراسة أن الصبغة الجديدة التي تتكون من بلورات نانوية تسمى النقاط الكمومية يمكن أن تبقى لمدة خمس سنوات على الأقل تحت الجلد حيث تنبعت منها أشعة تحت الحمراء يمكن اكتشافها بواسطة هاتف ذكي مجهز بشكل خاص الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نلقاكم بإذن الله ترجمة نانسي قنقر